احبائي حديثنا عن احضر الغضب غضب الله وتكلمنا عن قداسة الله كنقطة أولى لكن العاوزة أقول أنه في يعني هاي مش رسالة بس بالعهد القديم كمان رسالة بالعهد الجديد خلينا أقول أنه رسالة الأنبياء في العهد القديم هو رسالة تذكير ورسالة تحذير ورسالة انذار كان الله يرسل الأنبياء وبحذر الناس لألا يخرج كنار غيظم كما قال مثلا النبي إرمية في الإصحاح الرابع وهكذا بتشوف أنبياء كتير الله بيرشر في كل فترة أرسل النبي إليا النبي أليشع النبي إشعية أرمية حسقيال دنيال والأنبياء طبعا من هوشع إلى ملاخي وكل رسائل الأنبياء احضر 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 إذا الإنسان ما بتوب سوف يواجه غضب الله سوف يواجه دينونة الله وعدالة الله مش بس حتى آخر شخصية في العهد القديم يحنى المعمدان اللي هيأ مجيء الرب قال من أراكم أن تهربوا من الغضب الآت وبيتكلم عن الفأس وضعت على ساق الشجرة موسيقى موسيقى